اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيلو جرام في المتر والسالب واحد في الثانية والسالب اثنين وهي الوحدة الاساسية للضغط با الطاقة تساوي القوة ضرب المسافة نحول القانون من القانون اللفظي الى القانون الرمزي فيصبح القانون اي تساوي اف ضرب اس حيث اي هي الطاقة واف هي القوة واس هي المسافة ثم نعوض عن القوة بقانون يوتن الثاني اف تساوي ام اي فتصبح الطاقة اي تساوي ام اي اس ثم نكتب وحدات الكميات الفيزيائية فوحدة الكتلة ام الكيلو جرام وحدة التسارع اي متر في الثانية والسالب اثنين وحدة المسافة المتر ثم بعد ذلك نضرب المتر في المتر نحصل على المتر تربيع فتصبح معادلة الطاقة اي تساوي كيلو جرام في المتر تربيع في الثانية والسالب اثنين وهي الوحدة الاساسية للطاقة جيم الكثافة تساوي الكتلة تقسيم الحجم مقانون الكثافة رو تساوي ام تقسيم في حيث رو هي الكثافة وام هي الكتلة والحجم هو في ثم نكتب وحدات الكميات الفيزيائية فوحدة الكتلة ام الكيلو جرام والحجم هو المتر تكعيب فتصبح الوحدة الاساسية للكثافة كيلو جرام في المتر والسالب ثلاثة ثلاثة استخدم الوحدات الاساسية لاثبات ان المعادلات الاتية متجانسة الف الضغط يساوي الكثافة ضرب تسارع الجاذبية ضرب العمق تكون المعادلة متجانسة عندما يكون طرفي المعادلة متساويين في الوحدات حيث وحدة الضغط الاساسية هي الكيلو جرام في المتر والسالب واحد الثاني والسالب اثنين نقوم بكتابة الوحدات الاساسية لكل من الكثافة وتسارع الجاذبية والعمق حيث نحول الصيغة اللفظية الى صيغة رمزية فيصبح القانون بي يساوي رو جي اتش حيث بي هو الضغط و رو هي الكثافة وجي هو التسارع الجاذبية و اتش هو العمق ثم نقوم بكتابة الوحدات لكميات الفيزيائية فوحدة الكثافة هي الكيلو جرام في المتر والسالب ثلاثة ضرب وحدة التسارع الجاذبية هي متر في الثانية والسالب اثنين ضرب وحدة الارتفاع وهي عبارة عن مسافة وحدة المسافة هي المتر تصبح الوحدات كيلو جرام في المتر والسالب ثلاثة في متر في الثانية والسالب اثنين في المتر بعد إلغاء المتر والسالب ثلاثة في المتر في المتر تصبح المتر أسالب واحد فتصبح الوحدات تساوي الكيلو جرام في المتر أسالب واحد في الثانية أسالب اثنين ونظرا لأن الوحدات الأساسية هي نفسها في الطرفين إذن فإن المعادلة متجانسة با المسافة المقطوعة S تساوي السرعة الابتدائية U ضرب الزمن T زائد نص في التسارع A ضرب مربع الزمن T تربيع نكتب المعادلة الرمزية S تساوي UT زائد نص A T تربيع ثم نقوم بكتابة الوحدات تساوي السرعة الابتدائية U متر في الثانية والسالب واحد ضرب وحدة الزمن T هي الثانية زائد النصف هو عبارة عن رقم ثابت لا يحتوي على وحدات وحدة التسارع A متر في الثانية والسالب اثنين وحدة الزمن T تربيع هي الثانية تربيع ثم نلغي الثانية والسالب واحد مع الثانية فتصبح الوحدة متر زائد نلغي الثانية والسالب اثنين في الثانية أس اثنين فتصبح الوحدة متر فتصبح وحدة المسافة S تساوي متر زائد متر أي يساوي 2 متر إذن المعادلة متجانسة لأن كلا طرفين المعادلة لهم الوحدة الأساسية نفسها وهي المتر